ازايكم تبعين كناة عبدو جيكا عاملين ايه وحشدون ايه في فيديو بتالنهاردة ارجعنا بقى في العروض بتاعة الكلاب جايب شهاية جراوي وشهاية كلاب جميلة يعني ما شاء الله جايبين جراوي اعتبر من جميع الانواع جيرمن كين كورسو جولدن حاجات هتعجبكم اوي 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 النهاردة اسف والله انا بتاخر عليكم كتير بس عبال ما بيجيلي شغل ويه انا بالله بكسل ويه الكلام ده كله يلا بيناشوفين معانا ايه النهاردة اول حاجة معانا دي جراوي جيرمن ما شاء الله خمسة واربعين يوم مستوى كويس ما هو توفر اخر دقارين وانتايا السعر الفين جنيه المكان المرج الجديد للتواصل مع صاحب الجراوي رقم صاحبهم واضح على شاشة الجراوي حلوة شفيش عراية في ديل طويل في ظهر ميل شوية حاجة كويسة وكمان ملامح الجراوي مش بتبان من اقل من ستين يوم يعني مش هيبان المواصفات الكاملة للجر ومنه هو لسه جر عنده خمسة واربعين يوم فان انت تاخد جارو بالشكل ده وطبعا ده القب ماشاء الله شعراية جسم جمجومة الله اكبر فرتيك اياني ماشاء الله والدي الواضح ان هو جرار على الارض ودي قوي فيه كسحة كويسة كسحة محترمة ودي الام طبعا الام تعليبها فوق المتوسط يعني مش عالي مش احسن حاجة بس حاجة مقبولة تقدر تفرخ او انها تطلع حاجة محترمة ايوة كلبة الام دي تقدر تطلع كلاب محترمة في المستوى حاجة مشرفة تقدر تبدأ بيها مسلا لو انت عايز تبدأ في التربية عايز تتعلم الكلام ده كله فتكلم صاحب الجراوي تاني حاجة معنا ده دا حاجة كده من المستويات الطب تلات شهور مستوعي جدا ما قليش مكان ما قليش سعر واغلبية يا جماعة الناس اللي ما بتقولش سعر او الكلام ده كله بتبقى حاجتها مستوىاتها عالية طبعا السورة دي مبيانة كسحة وده نواقفة وش يعني نقدر انه لما يكبر هيبقى وصل اخره لحد عينه في عايبة في شعراية محترمة قالوا هنتم حمرة كلب لي كريزما كده في نفسه فكلب يحترم لو انت عايز تعمل حاجة في الكلاب الجرمان دي فكلم صاحب الكلب ده تالت حاجة معنا دي جراوي بريسا كناريو تلات شهور واخدين كل التطاعمات مستوى عالي في جرو برندل وفي جرو فون فلو انت عايز حاجة من الحاجات دي تكلم صاحب الكلاب هي حاجة محترمة جدا طبعا ايه بقى في هي حاجة محترمة جدا و قليلة جدا قليلة جدا في مصر للحاجات اللي بتبقى بريسا كناريو و الكلاب ديت صورة القبر هتيجي هنشوفها حاجة محترمة جمجمة حاجة بتبقى من الحاجات الندرة في مصر لان الحاجات دي مش مهتمين بيها لو انت عايز حاجة كلم صحيب رابع حاجة معنا ده دكر كين كورسو دول الزواج فقط دكر محترم دكر دبابة بمعنى الكلمة الله اكبر بنا يبارك لصاحبه ويبارك اللي هيجوز منه وش وجسمه هو دكر جمجمة كبيرة جدا لونه اسود ف ليه شلطيم ليه ناس بتحبش شلطيم دي قوي كلب ما شاء الله تكلم صاحبه علشان تعرف سعر الجوازة وتروح تتجوز خامس حاجة معنا دجر وجيرمن من الحاجات المحترمة جدا ثلاث شهور سعر الجرو دوت 3500 جنيه كلب محترم جدا كلب من الشورط هير الحاجات اللي انت بتلاقيها نادرة جدا في مصر حاجة هتعجبك الونات كويسة المسك بتاعه من المسكات اللي شاينة بالنوجة نظر شايفة من المسكات الطب الطب يعني دي له نمس الارض في كسحة خفيفة يعني انه هو مش شولاين بيور اللي هو مش احسن حاجة في الشولاين بس يعني ممكن يكون مثلا مع الامي وورتلاين فجابوا حاجة بالشكل ده بس كالوان كجسم كالون كعظم كشكل مظهر للجرو لا كلب يحترم لو انا هقيمه مثلا من عشرة فانا قد الكلب ده تمانية من عشرة ليه اندي ده تمانية من عشرة لان انت معكش صور هالي فدي حاجات بتخليك تقلق فتنزل من الحاجة او الشاشكال بتاعت الكلب هو با انه هو لعبي با انه هو محترم فتلات تلاف وخمسمية جنيه كحاجة ما بتسماش عنها فلو انت عاوزه تكلم صاحب الكب سادس حاجة معنا ده الجرو الدوجو ارجنتينو طبعا جابلكو حاجات نادرة اول نهاردة بعمره اربعة وتلاتين يوم للحجز هو ما فيش غير صورة واحدة لسورة الجرو ده وده سعره اكيد اكيد مش هيقيه لانا الخمس تلاف جنيه عشان تبقى عارفين دوجو ارجنتينو يعني قوة جسم رياضة كلب جميل جدا ما شاء الله لو انت من غوين دوجو ارجنتينو والكلب النادرة دي كلم صاحب الكلب عشان تشوف دون فاقي سابع حاجة معنا دي جروي جولدن ما شاء الله يعني بيتكلموا عن نفسهم جولدن بيور 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 هو لون شعر جسم حاجة الله عبر طب المكان الجيزة متوفر بنات بس سعر الجرو الفين وخمسمائة جنيه او تلات تلاف جنيه مش متذكر فحاجة محترمة للناس اللي بتاعش جولدن ومزاد الناس الكبيرة او البنات لان دي اكتر كلام مسلية للبنات والناس اللي هما الكوار اللي هيشين الوحده لو فيه اي حاجة عجباك كلم صاحب الجروي تامن حاجة معنا دي جروي بولي من المستويات العالية ما شاء الله متوفر بنات بس والجروي دي من احسن الجروي الامريكان بولي اللي انت ممكن تشوفها حاجة خط دم محترم جدا فيها جسم فيها خط دم يعني من اعلى خطوط الدم اللي انت ممكن تشوفها سعر سعر البنوتة او البنت الوحدة 2500 جنيه بس فيه نتيات مستويها اعلى من بقية الخلف فدي زي ما تقول كده وش الخلفة التوب بتاع الخلفة ومنه من نتيات ديت فدي بيكون سعرها 2500 جنيه فدي جروي محترمة جدا ان شاء الله وصاحبها راجل محترم اوي يعني انت هتنبسط بالتعامل معاه والاب والام معروضين للبيع برضو وهنشوف صورهم بعد الجروي على طول البولي بالذات لازم تشوف الاهالي علشان تعرف ان خط الدم ده تتواصل ازاي جسم وحلو جمجمة ممكن يكون كلب قصير اوي وفي عيوب كتير من البولي من اكتر الكلاب اللي بتعاني من الامراض وبتعاني من العيوب الجينية بسهولة جدا فانا اجيب لكم حاجة مستواها زي ما بقوله طب وفي نفس الوقت سعرها في الحناية يعني انت عشان تجيب لك جروبولي مثلا في ناس بتلاقي معدد السبعة الاف والعشرة تلاف وخمساشر الاف انا اجيب لك حاجة بولي مستواها عالي دي من اول دي تعتبر اوائل العالي طبعا دي الام مطلوب في الام اربعة تلاف و اربعة تلاف جنيه وده الاب مطلوب في خمس تلاف جنيه طبعا الاب حاجة محترمة جدا جمجمة كويسة مع الكلام ده كله ده كار جيرمان من اجل الجواز فقط مقابل جراوي حاجة بقى جيرمان كده عالطاير يعني لون جسم شعراية طب يعني المطسك بتاعه عجبني جدا الله اكبر بني بارك لصاحبه ويبارك اللي هيجوز وياخد منه خلفة بس اكلمه ويخليه بعت لك فيديو اثنين وثلاثة وصورة اثنين وثلاثة عشان تتأكد من شكل وجسم الكلب و عشرة حاجة معانا دي انتهية بيت بولي فون حاجة محترمة جدا حلفت قبل كده سعرها 2500 جنيه كلبة دي كانت مع الراجل العظيم المحترم في عالم البولي والامريكان بيت بولتريار احمد مصطفى كلبة قويسة جدا فريخة يعني انت هتخدها من هدف تربية والنق والربح والتجارة والانتاج وكم دو كله هتقدم عكل انها عندها خبرة سابقة في الانتاج ودي الصورة لها وهي ما شاء الله بتردها وبين انها جايبة عدد يعني مش جارة ولا اتنين ولا تلاتة لأ شكلها معدية التمانية الله اكبر بنابارك في الكلبة ديت وبارك لصاحب النصيب عش اخر حاجة معانا دي انتهية 11 شهر مش فيها بداية شراسة سعرها 3500 جنيه قابل للنقاش فالكلبة دي كويسا بس صورها مش واضحة بالشكل الكفاية بمعنى يعني خلي صاحب الكلبة يصور لك فيديو او يصورها لك في الشارع الصبح عشان يبين شكلها سعرها 3500 قابل للتفاوض كلبة كويسة جدا يعني كلموا وشوفها كده نكون خلصنا الحلقة يارب يكون عجبتكم ما تنسوش تشتركوا القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يصلكم كل جديد واستنونا بإذن الله في كمية عروض جاية الفترة الجاية ان شاء الله ان شاء الله هتعمل دمار عايزين نحفز القناة نزول مشتركين نكبر الناس بتاعتنا العيلة بتاعتنا اللي انتوا بعتبركم العيلة التانية بتاعتي بإذن الله اكتبوا لي في الكومنتات اي حاجة انتم عايزين وان هعمل عنها فيديو على طول يلا اشوفكم الفيديو الجاي سلام